ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من عباده المتقين هذه الأيام يا إخوان كما أشرنا في لقاء سابق لها تلك المكان العظيم والقدر العظيم في شرعنا وفي ديننا وفي خطاب ربنا وفي خطاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال العظيمة التي نستغل فيها هذه الأيام المباركة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أي هذه العشر للحجة قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء هذا الحديث يا إخوان نستحضره دائما ونذكره دائما ونجعله في هذه العشر بين أعيننا وأمام وجوهنا كلما قرأنا كلما نشطنا لأنها أيام معلومات أيام يا إخوان يسيرة أيام ما إن نبدأ والله بها إلا وتنتهي وسرعان ما ستنقضي والسعيد من أدرك هذه الأيام ووفقها الله لاستغلالها من الأعمال التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكفروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد هذا العمل العظيم الجبار ذكر الله عز وجل في هذه الأيام ذكر الله له معناه العظيم الذكر المطلق المتنوع المتعدد وأنواعه لا تحصى وما أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتهليل والتحميد ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون في الأسواق كما صح عن أبي هريرا وابن عمار وغيرهم يخرجون فيظهرون هذه الشعيرة يظهرون هذا العمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا التكبير يكون على لسانك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميل إذن يبيننا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث أن الذكر له شأنه العظيم عموما وخصوصا في هذه الأيام وخصوصا في هذه الأيام الذكر يا إخوان والله مهما تحدثنا عنه مهما استطردنا في فضله وفي بيانه فإنه عبادة عظيمة عبادة جليلة عبادة لا يعقلها إلا العقلاء ولا يعيها إلا ليقضون الغير هم في غفلة غير غافلين الذكر لا يمكن يسير مع ذلك الرجل الغافل ولهذا قال ربك عز وجل واذكر ربك في نفسك تضر عن وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين الذكر يا إخوان عظيم ألم تسمع قول الله تعالى ولا ذكر الله أكبر بعد أن بيّن لنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم قال ولا ذكر الله أكبر ماذا قال ابن قيم رحمه الله تعالى عند كلمة أكبر قال هذه الكلمة معناها يدور حول ثلاثة معان المعنى الأول وكل معنى من هذه المعنى الثلاثة عظيم في ذاته المعنى الأول ولا ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة فإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي كذلك ولا شك فالذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة ويطول لو أردنا أن نفصل ونستطر في هذا المعنى المعنى الثاني لقول الله عز وجل أكبر أي أن ذكر الله أكبر من سائر الطاعات ومن سائر العبادات ويشهد له ذلك الحديث المشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاه لكم عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم يضربوا أعناقهم قالوا بلى قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله أرأيتم أيها الناس كيف أن ذكر الله أكبر أكبر كما قال الله تعالى المعنى الثالث والنفيس والعظيم الدقيق ولذكر الله أكبر من ذكرك له ولذكر الله لك أكبر من ذكرك إياه الله أكبر ذكر الله إذا ذكرك فأعلم أنك على خير ومتى يذكره الله إذا ذكرته إذن الفضل يعود للذكر فاذكروني أذكركم إذن الذكر يا إخوان عظيم للغاية سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون من هم المفردون يا رسول الله قال الذكر الله كثيرا والذكرات الذكر يا إخوان يقابل خليل الله إبراهيم خليل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوصيه ويقول له أخبر أمتك أن الجنة قيعان أقرئ السلام على أمتك وأخبره أن جنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله أهل الله والله أكبر هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله وهي الغراس كما أخبر إبراهيم خليل الله أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله بذلك واستضراد في أنواع الذكر كثير يا إخوان لكن حسبنا أن نوقظ قلوبنا أن نوقظ أنفسنا أن نوقظ غفلتنا أمامك أنواع من الأذكار خذ منها واجعل يومك حافلا بمثل هذه الأذكار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله أستغفر الله وأتوب إليه اللهم أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على رسول الله اللهم أغفر المسلمين ومسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات اجعل يومك في هذه العشر مليئا بهذه الأذكار وأكثر من هذه الأذكار وأكثر من التكبير ومن التهليل ومن التحميل لا تسأل عن عطاء الله أولا هذه العشر كما جاء في الحديث أحب الأعماء أحب الأيام الله التي تعمل فيها من الصالحات هي في هذه العشر فكيف إذا كان في الذكر الذي أشرنا إليه كيف جاء بهذه المعاني العظيمة ولذكر الله أكبر الذكر يا إخوان والله الغنيمة الباردة لا تحتاج منك علما ولا تحتاج منك عناء إنما تحتاج منك يقظة وانتباها فما يمر عليك يومك من هذه الأيام العشر إلا وقد عشت هذا اليوم في هذه الأذكار المتنوعة والمتعددة اللهم اجعلنا من عبادك الذاكريين وصل الله وسلم على عبدك ورسولك اللهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير بالترجمة نانسي قنقر